اندلع حريق ضخم في احدى قرى شبه جزيرة القرم بعد حادث وقع عند خطي نبيب للغاز وزارة الطوارئ الروسية اعلنت ان امدادات الغاز انقطعت على مدينة الوتشا من دون ان يشكل الحادث خطرا على السكان والبالغ عددهم نحو ثلاثين الف شخص في شبه جزيرة القرم والتي تقع تحت السيطرة الروسية مزيد من الاسلحة لاوكرانيا اما عضوية النيتو فليست الان تقرير لوكالة اسوشيتد براس قال ان زعماء حلف شمال الاطلسي سيتعهدون بدخل اسلحة الى اوكرانيا لمدة عام اخر على امل طمأنة الدولة التي مزقتها الحرب بدعمهم المستمر واظهار لرئيس فلاديمير بوتين انهم لن يبتعدوا التقرير قال ان دول الاعضاء في النيتو البالغ عددها ثنين وثلاثين دولة تنفق حوالي اربعين مليار يورو سنويا على المعدات العسكرية لاوكرانيا منذ بدي الحرب في فبراير الفين واثنين وعشرين الامر الذي قال عنه امين الحلف قبل اسبوع ان هذا يجب ان يكون الحد الادنى الاساسي للمضي قدما وفيما يسع حلف شمال الاطلسي بشدة الى بذل المزيد من اجل اوكرانيا لكن يظل هناك خطان احمران هما عدم العضوية في حلف شمال الاطلسي حتى تنتهي الحرب وعدم نشر قوات حلف شمال الاطلسي على الارض هناك التقرير قال ان زعماء حلف الاطلسي تفقوا في قيمتهم الاخيرة على تسريع عضوية اوكرانيا وانشاء هيئة رفيعة المستوى لاجراء مشاورات طارئة رغم ذلك فمن غير المرجح ان تنضم البلاد لسنوات عديدة فيما وعدت دول اخرى بمزيد من المعدات العسكرية التقرير ختم انه وسط تصاعد اليمين المتطرف في عدة دول غربية ومخاوث احتمالية عودة دونالد ترامب لرئاسة الامريكية تبقى المعضلة التي تواجه زعماء النيتو تتلخص في كيفية تحديد افاق عضوية اوكرانيا دون السماح لها بالانضمام اذ يرفض العديد من الحلفاء السماح لأوكرانيا بدخول بينما يتواصل القتال خوفا من جرها الى حرب اوسع مع روسيا يواصل الناخبون في فرنسا لادلاء باصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وزارة الداخلية الفرنسية قالت بان نسبة المشاركة في التصويت في هذه الانتخابات التشريعية بلغت 26.6% حتى منتصف النهار وتوقعت استطلاعات رأي حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على اكبر نسبة من الاصوات لكنها لن تمكنه من الفوز باغلبية مطلقة استطلاعات الرأي ايضا اظهرت بان الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا قد تؤدي الى برلمان معلق دون اغلبية واضحة ما لم يفز اقصى اليمين بعدد كاف من المقاعد فما الذي سيحدث نتابع مع بدي الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب التجمع الوطني بمقاعد اكثر من اي حزب اخر لكنها مش فوزه تضاءل بعد ان وحدت الحزاب المنافسة له الصفوفة لموجهته في الانتخابات فماذا سيحدث؟ مبدئيا يتعين على حزب التجمع الوطني وحلفائه الفوز بنحو 289 مقعدا لضمان الفوز باغلبية مطلقة وتنفيذ اهدافهم المناهضة للهجرة والمشاككة في جدو عضوية الاتحاد الاوروبي اما فيما يخص الحكومة الحالية فسيتعين على رئيس الوزراء جابريال تال تقدم استقالته على الفور وهل ماكرون ان يعين رئيس وزراء جديدا يكلف بعد ذلك بتشكيل الحكومة كما سيكون لماكرون الحق في الاعتراض على الترشيح اذا رأى ان الشخص غير مناسب لتقلد هذا المنصب لكن التساؤل الذي يطرح ماذا لو افضت النتيجة الى تشكيل برلمان معلق اتلقى لان احزاب اليمين واليسار والوسط يمكن ان تشكل تحالفات خاصة للتصويت على تشريعات الفردية في البرلمان الجديد بدلا من محاولة تشكيل حكومة ائتلافية لكن البعض في الاحزاب المنتمي لتيار اليسار يروجون فكرة تشكيل ائتلاف حاكم ومن المرجح ان يؤدي اي من السيناريوهين الى حالة من عدم اليقين السياسي وابطال الاصلاحات اذا ماذا يحدث اذا لم يكن هناك اتفاق من الممكن الا تكون اي من المجموعات الثلاث اقصى اليمين والوسط واليسار كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها وفي مثل هذه الحالة قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها اقرار القليل من التشريعات او عدم اقرارها على الاطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الاساسية على غرار حكومة تسيير الاعمال من العاصمة الفرنسية في هاريسة التحق بي مفهد اشترك احمد جلالي احمد اهلا وسهلا بك ما اخر جديد عمليات التصويت وهذه العملية الانتخابية نعم هاني دعني اذكر بنسبة المشاركة التي اعلنت عنها وزارة الداخلية منتصف النهار والتي بلغت ستة وعشرين فاصل ستة مقارنة بخمسة وعشرين فاصل تسعة بالدورة الاول وهي نسبة مشاركة قوية جدا وهي الاعلى منذ سنة الف وتسعمائة واحد وثمانين هذه النسبة وان دلت عن شيء انما تدل على استجابة الناخب الفرنسي لدعوات لا نعرف لمن استجابة اليوم هل هي استجابة لدعوات الجبهة الشعبية اليسار اما التحالف الرئاسي ام هي استجابة في هذا المكتب الذي نتواجد فيه في منطقة درونسي بسان ساندوني وهذه المنطقة هي مسقط رأس رئيس حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف جوردان باردل هذه المفارقة وهو من هذا المكان لكن اغلب الناخبين هم من الجاليات المهاجرة والمسلمين الذين يحاولون القطع الطريق على اليمين المتطرف في هذه الجولة الثانية التي حقق فيها في بداية الجولة الاولى فوزا كاسحا بثلاثة وثلاثين في المئة لكن استطاعات الرأي تشير الى تراجع التجمع الوطني في الدور الثاني وتتوقع حصوله على مائتين وعشرين مقعد كنسبة اكبر في البرلمان القادم مقابل ازيد من مائتين وثمانين مقعد للجبهة الشعبية او اليسار ومائة وخمسة وثلاثين للمعسكر الرئاسي كل الاحتمالات واردة في هذه الجولة الثانية والمخاوف موجودة ومطروحة كثيرا هنا في فرنسا والدليل على ذلك هو حشد ثلاثين الف شرطي ودركي لتأمين هذه الانتخابات خمسة الاف منهم في العاصمة باريس وهذا خوفا من اي احتجاجات قد تصاحب الاعلان عن النتائج بعد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي ايضا نحن ننتظر الاعلان عن نسبة مشاركة جديدة على الساعة الخامسة بتوقيت فرنسا وربما ايضا ستكون مرتفعة جدا وقد تتجاوز نسبة المشاركة في الدوري الاول في هذه الانتخابات التي سميت بالتاريخية بعد وصول اليمين المتطرف وفي الانتخابات البرلمان الاوروبي التي حصد فيها واحد وثلاثين بالمئة وجعل الرئيس ماكرون يحل البرلمان في مغامرة او قمار كما يسميه المتابعون هنا في فرنسا واود باليمين الى الحصول على ثلاثة وثلاثين في الجولة الاولى المخاوف مشروعة وموجودة ايضا هناك تساؤلات على المرحلة القادمة هاني يعني بعد الاعلان عن النتائج وغالبا حسب استطاعات الرأي سيكون برلمان من دون اغلبية مطلقة وهذا يضرح اشكالا جديد او البحث عن تحالفات جديدة بين معسكر الرئيس واليمين والوسط ايضا لكن المفارقة ان الرئيس الذي يدعو بعض احزاب الجبهة الشعبية الحزب الشيوعي والاشتراكي والخضر الى التحالف معه هو يرفض حزب اليسار المتطرف الذي يزعمه جون ليك ميلانشون هذا الاخير هو ايضا يرفض حكومة يقاسمها مع الرئيس ماكرون وهذا ما سيعقد الوضع اكثر وربما يدخل فرنسا في مرحلة شلل سياسي كبير شكرا جزيلا لك بالتأكيد كل ما طرحت من تساؤلات احمد سنطرحه على ضيفتنا بعد قليل شكرا جزيلا لك احمد جلالي موفد الشرق الى فاريس فاريس تلتحق بنا مايا خضر الكاتبة والباحثة فيها العلاقات الدولية فيها المجلة الفرنسية للسياسة والبرلمان اهلا وسألا بك معنا دعيني في البداية اسأل عن مسألة تداعيات فوز حزب التجمع الوطني باكبر عدد من الاصوات بداية من خلال هذا الفوز كيف سيكون المشهد السياسي في فرنسا يعني لا يمكن ان نتكلم عن فوز ممكن ان نتكلم عن تقدم كبير لحزب التجمع الوطني لاننا نعلم انه حسب استطلاعات الرأي لن يحصل حزب التجمع الوطني على الاكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية ولكن هذا التقدم الملحوظ الذي وصل الى 30% من التصويت في الدورة الاولى من الانتخابات النيابية يبين عن الكثير من الامور اولا هو رفض الحالة الماكرونية ورفض الحزب الحاكم لان الرئيس ماكرون منذ سنة 2017 ومنذ انتخابه لعب على نوع من الضبابية السياسية لا يسار ولا يمين تارة يصوت على قوانين يسارية الهوى طورا على قوانين يمينية الهوى خاصة بمخص قانون الهجرة الذي عدل بعد ان تم مناقشته في الجمعية الوطنية لذلك هذه الضبابية التي ارساها الرئيس ماكرون في الحياة السياسية في فرنسا انهت نوعا ما اليسار المعتدل التقليدي وحالة اليمين المعتدل عذرا التقليدية ايضا لذلك اليوم نرى اننا ما بين متركة اليمين المتطرف اي التجمع الوطني وسندان حزب اليسار المتطرف اي حزب فرنسا الابية الذي يرأسه جان لوك ميلانشون هذا اولا ثانيا التصويت بهذا الاندفاع لحزب التجمع الوطني يأتي ايضا رفضا لكل سياسات الهجرة التي بالنسبة للفرنسيين هي لم تنجح بردع او بتنظيم الهجرة غير المنظمة هي لم تمنع ايضا بان يتم هناك وضع خططا لبسط الامن في الكثير من الاحياء في فرنسا وبالنسبة لهؤلاء الفرنسيين اتكلم عن الفرنسيين وهذا ليس رأيي هذا التشخيص الموضوعي بالنسبة لهم هناك صعودا لنوع من الاسلام المتطرف في المجتمع الفرنسي هذا ما جعلهم يصوتون لحزب اليمين المتطرف متأملين منه ان ينفي كل هذه المشاكل سيدة مايا هذا بخصوص الاسباب ما نتحدث عنه من توقعات بحصول حزب اليمين على بالضبط اكبر عدد من الاصوات اليوم ايضا ظهر مصطلح البرلمان المعلق الى اي مدى هذا ان صحة استطلاعات الرأي سيحدث وما معنى ان يحدث ذلك معنى ان يحدث ذلك هو ان لا يكون هناك امكانية للتشريع في البرلمان الفرنسي اليوم حسب اخر استطلاع رأيي لايفوك في دوسيال حزب التجمع الوطني لليمين المتطرف سوف ينال ما بين مئة وخمسة وتسعين ومئتان وعشرين مقعد تحالف طيارات اليسار سينال ما بين مئة وستين ومئة وثمانين اي هو قريب جدا من عدد مقعد اليمين المتطرف حزب الرئيس ماكرون وتحالفه مع الطيارات الوسطية سينال ما بين مئة وعشرين ومئة وخمسين اليمين التقليدي ما بين أربعين وخمسة وستين والمستقلين سينالون على ما بين عشر واتمنتعشر المقعد اليوم هذه الجمعية الوطنية في حال ما صحت هذه الاستطلاعات استطلاعات الرأي ستكون جمعية ليس بها أغلبية مطلقة ولا حتى أغلبية نسبية لأنه نرى أن هناك نوع من التوازن ما بين أكسر اليسار وأكسر اليمين هذا ما سيدفع الرئيس الفرنسي في سيناريو محتمل جدا أن يشكل حكومة خارج هذه الاستفافات السياسية تكون نوع من حكومة الأخصائيين أو حكومة التكنوكرات التي تنال ثقة الجمعية الوطنية والتي سيكون دورها فقط تصريف الأعمال وإدارة بعض من الشؤون الجارية منها إدارة الألعاب الأولمبية التي ستحدث في ولكن هذه الحكومة سيدة مايا التي تتحدث عنها إلى أي مدى قد يوافق عليها أكسر اليمين وتكون حاضرة هذه الحكومة التي تحلل بأنها من الممكن أن تكون موجودة للتعامل مع الوضع بالنسبة لي لن يوافق عليها أكسر اليمين لن يوافق عليها ستكون حكومة دون ألوان سياسية ولكن حزب اليمين المتطرف من المرجح أن نوعا ما أن يأخذ عبرا من الانتخابات الإيطالية أذكر أنه حينما تم تشكيل حكومة دراغي في إيطاليا كانت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الحالية في المعارضة ونالت حينها على 6% فقط من تصويت الإيطاليين وبقيت في المعارضة ولم تشارك في حكومة نوعا ما الاتلاف الوطني وبعد هذه الحكومة بعدما سقطت حكومة دراغي وصلت جورجيا ميلوني إلى الحكم بنسبة 34% من التصويت لذلك وعلما أن حزب اليمين المتطرف في فرنسا قريب جدا من حزب ميلوني ومن جورجيا ميلوني شخصيا في إيطاليا بالنسبة لي سيتخذون نفس المنحة الإجراءات سيكونون في المعارضة سيكونون نفس الإجراء في المعارضة وهذا ما يمكن أن يمهد إلى فوز كبير جدا وصاحق سنة 2027 لمارين لوبين هذا هو المرجح في حال ما بقيوا في المعارضة ورأى الفرنسيون أن هذه الحكومة التي ستشكل لم تنهي الأزمات الكاتبة والباحثة في العلاقات الدولية بالمجال الفرنسية للسياسة والبرلمان مايا خضر شكرا جزيلا لك في عقاب الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا طلب تكتل اليساري الناخبين بعدم التصويت لصالح اليمين المتطرف مشكلا جبهة جديدة عرفت باسم الجبهة الشعبية وهو اتلاف لم تجمعها جندة موحدة في تاريخ فرنسا سوى مواجهة نظره اليمين المتطرف فما هي الأحزاب التي يضمها نتابع خشية من وصول اليمين المتطرف إلى الحكم أحزاب اليسار الأربع الكبرى في فرنسا تتوحد تحت راية تحالف جديد أسمته الجبهة الشعبية الجديدة بعد أربعة أيام من المفاوضات ثقل سياسي مهم لهذا التحالف الجديد لخوض الانتخابات التشريعية الحزب الاشتراكي يقوده فرنسوا أولاند وهو الرئيس الفرنسي الأسبق وبالنسبة لحزب فرنسا الأبية فيقوده حاليا جان لوك ميلونشون حزب الخضر تقوده مارين تونديليه بينما يتزعم فابيان روسيل الحزب الشعوعي الفرنسي تتشبه هذه الأحزاب في الفكر والأيديولوجيا فهي تطالب بتوفير تعليم مجاني ودعم قطاع النقل وزيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة تقليص سن التقاعد إلى ستين عاما وخفض الضرائب إضافة إلى إيقاف إنشاء مشاريع الطرق السريعة وغيرها من المشاريع المضرة بالمناخ وفي حين أنها تطالب بمكافحة جميع أشكال العنصرية ومعادات السامية وكرهية الإسلام تدعو إلى إنشاء قنوات هجرة آمنة قانونية وإلغاء قوانين اللجوء الحالية رغم هذه المشتركات إلا أن أحزاب اليسار لم تتوحد فيما بينها كما اليوم إلا عام ستة وثلاثين ردا على محاولات اليمين والفاشية حكم البلاد حينها ترجمة نانسي قنقر